إلينا من بغداد باسل الكاظمي المحلل السياسي سيد باسل يعني على أي أساس تم تحديد هذا الموعد والذي أعلن عنه الكاظمي تحية طيبة لكم ولي قناتكم المواقرة وكل عام وأنتم والساد المشاهدين بألف ألف خير سيدة العزيزة السيد الكاظمي عندما أعطى وعد إلى الشعب العراقي بأنه سوف يتم تحديد موعد مبكر لإجراء الانتخابات لاحظ بأن من الجانب التنفيذي بأن هناك كل التدابير هي جاهزة للانتخابات المبكرة بما يتعلق المسائل الإدارية وإلى آخره فأعلن السيد الكاظمي للشعب العراقي بأن حد تحديد موعد الانتخابات وقد أوفى بوعده أمام الشعب العراقي لكن هناك جنب أخرى ونقطة جوهرية هل القوى السياسية سوف تقدم تنازلات وتمتلك ثقافة الاعتراف بأنه يجب أن تجرى هناك انتخابات مبكرة لكون الشارع العراقي بدأ يرفض كل القوى السياسية بدون استثناء ويجب تغيير الوجوه الآن نحن نستبعد من هذه المسألة والأيام القادمة هي حبلة بالمفاجهات لكون هذه القوى السياسية تتعامل بإزدواجية وتكيل بميكيالين أمام الرأي العام وأمام الفضائيات تقول نحن مع إجراء الانتخابات ونحن مع المواطن العراقي وكل هذه المسميات أما بالغرف المظلمة سوف تضع هناك مطبات لعدم إجراء الانتخابات فمسألة اليوم هناك إثبات حسن النوايا السيد الكاظمي قد أثبت حسن النوايا حول تحديد موعد الانتخابات وأعطاه سخف زمني أما الطرف الآخر الجانب التشريعي هل سوف يثبت كذلك حسن النوايا أم من عدمي هناك نوعا ما من الشك من هذا الجانب الآخر من الجانب التشريعي لكون هذه القوى السياسية لو كانت بأنه تمتلك الجدية بأن تجرى هناك انتخابات مبكرة لما بأنه أعطينا كل هذه الشهداء والجرحة بالتظاهرات والمرجعية الرشيدة من نجف الأشرف قال أعطت رأيها يجب أن تكون هناك انتخابات مبكرة وهذه مسميات أما ما لاحظناه بالعاونة الأخيرة سيد باسل شككت في الجدية ماذا عن جاهزية الأحزاب والكتل السياسية في خوض هذه الانتخابات سواء في الموعد الذي حدده القادمي أو في موعد أكثر أو أقرب طبقا لما رغب به الحلبوسي أحسنتي نعم سيدة العزيزة هي هذه المقطة الجوهرية التي أحببت أن أتطلق إليها جاهزية الأحزاب هي الآن في الوقت الحالي ليس جاهزة بأن تخوض الانتخابات لكون كل الأحزاب الإسلاميون والعلمانيون وغيرهم كلهم قد فقدوا الثقة وقد فقدوا كذلك بأنه القاعدة الجماهيرية فكيف بأنه اليون حتى المنطق لا يعقل بأنه أحزاب تجرى هناك انتخابات وهي تعرف بأن قاعدتها الجماهيرية قد فقدت فنحن نرى بأن هذه الأحزاب سوف تحاول وتسعى بأن يكون هناك بأنهم الوقت أطول من هذا الوقت الذي حدده السيد الكاظمي أو بانتهاء الدورة بأكملها حتى يتم بأن إعادة هيكلتها إعادة من القاعدة الجماهيرية ثم تخوض الانتخابات أما بالوقت الحالي كالوضع الراهن وهناك فقدان ثقة بين الشارع والأحزاب وهناك عدم مقبولية من الشارع اتجاه الأحزاب نستبعد بأن الأحزاب تمتلك شجاعة بأن تخوض الانتخابات لأنها تعرف بأنها الخاسرة وسوف تخسر والشارع العراقي الآن مصر بدحر هذه القوى السياسية وهذه الوجوه الكالحة فنحن نقول الأيام القادمة هي حبلة بالمفاجآت بأن هذه القوى السياسية سوف تظهر يوميا بمسائل ما أنزل الله بعمل سلطان مسائل سلبية حتى لا يتم إجراء الانتخابات بالموعد الذي حدده السيد الكاظمي لكون هناك الإصرار وشجاعة من الشعب العراقي بأن تجرى الانتخابات حتى إزالة هذه الوجوه الكالحة إذن من بغداد باسل الكاظمي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك